بسم الله الرحمن الرحيم تحدثنا سابقاً عن الطاقة المتجددة وأنواعها وحكينا عن الطاقة الشمسية وعن الطاقة وطاقة الرياح اليوم رح نتحدث عن الطاقة المائية وكيف ممكن نستفيد من الطاقة المائية في توليد الطاقة الكهربائية تسمى أيضاً تحويل الطاقة المائية إلى طاقة كهربائية طاقة كهرومائية شو المقصود في الطاقة الكهربائية؟ مقصود أنه إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المائية أو تحويل الطاقة المائية إلى طاقة كهربائية حتى نحول الطاقة المائية إلى طاقة كهربائية نحتاج إلى عدة أشياء أول شيء بنحتاج إلى مياه جاري كيف ممكن نحصل على المياه الجاري؟ إما من الأنهار أو من السدود له سقوط الماء من أعالي السدود كمان بنحتاج إلى شيء اسمه توربينات التوربينات هاي عبارة عن أداة هاي الأداة فيها جزء هذا الجزء دوار متحرك مثل الدولاب كمان بنحتاج إلى مولدات وألات تسمى مولدات اللي بتولد الكهرباء كيف تعمل هذه الطاقة أو كيف ننتج الطاقة الكهربائية من الطاقة المائية؟ عند سقوط الماء من أعالي السدود أو المياه الجارية في الأنهار تسقط هاي المياه على التوربينات توضع توربينات في أسفل سقوط في الأسفل عند سقوط الماء لما يسقط عليها الماء الطاقة الحركية للماء تعمل تتحول إلى طاقة دوران تعمل على دوران هذا التوربين هذا الدوران موصول أو التوربين هذا موصول بمولدات كهربائية تقوم هاي المولدات بتحويل طاقة الدورة للتوربين إلى طاقة كهربائية طبعا أكثر الدول المستفيدة من هذه السدود اللي هي مثل الصين ومصر تولد أكبر كمية من الطاقة الكهربائية من السدود فوائدها أنه بتكتر تتحكم في كمية الكهرباء المنتجة عن طريق سرعة تدفق الماء كلما زادوا سرعة تدفق الماء بتزيد كمية الطاقة الكهربائية المنتجة حسب الطلب قللوا سرعة الماء بتقل كمية الكهرباء المنتجة ما هي الإيجابيات التي تتميز بها هذا النوع من الطاقة؟ أول شيء إنها هي من أنواع الطاقة المتجددة يعني مستمرة متجددة مستمرة لا تنتهي هذا أول ثاني إيجابية إنها غير ملوثة للبيئة حكينا الطاقة المتجددة من أهم ميزاتها إنها غير ملوثة للبيئة كما إنها ثلاثة بتمدنى بالطاقة بتنتج طاقة طاقة هاي الطاقة غير مكلفة هاي الطاقة غير مكلفة كمان هذا النوع من الطاقة خصوصاً اللي يعني ننتجه عن طريق السدود نتحكم في كمية الطاقة المنتجة زي ما حكينا إنه ممكن نستمر أو ننتج الطاقة حسب كمية الماء أو حسب سرعة الماء كل ما زدنا الطاقة الحركية للماء بزيد دوران التوربينات فبالتالي بزيد من كمية الطاقة المنتجة لكن هذا لا يعني إنه لا يوجد لها أي نوع من السلبيات السلبيات إنه بتقلل من الأراضي الزراعية عادة تقام على مساحات السدود تقام على مساحات كبيرة حتى تستوعب كمية كبيرة من الماء هذا بيقلل من الكمية أو من الأراضي الزراعية حول السدود كمان في عندي إنه مع الزمن رح يصير فيه ترسبات في قاع السدود هاي الترسبات تؤدي إلى تقليل كمية الماء اللي بيستوعبها السد فبالتالي بتقلل مع الزمن من كمية الكهرباء المنتجة ترشيد استهلاك الطاقة كلمة ترشيد اللي هي عكس كلمة إسراف مقصود بترشيد اللي هو ترشيد استهلاك الطاقة اللي هو الاستخدام الطاقة على الوجه الصحيح في عدة فوائد لترشيد استهلاك الطاقة أولا دينيا إحنا مأمورين ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بعدم الإسراف ثاني شيء ماديا إحنا لما بنعمل على ترشيد استهلاك الطاقة إحنا بنقلل من فتورة الكهرباء بنقلل من المبالغ اللي إحنا رح ندفعها لاستهلاك الوقود الأحفوري مثل الغاز والكاز البنزين كمان بيئيا إحنا كل ما قللنا من استخدام الوقود الأحفوري فبالتالي إحنا رح نقلل من التلوث البيئي فبنحافظ على البيئة عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة ثاني شيء إحنا بنعرف أنه الوقود الأحفوري اللي إحنا بنعتمد عليه فيه إنتاج الطاقة بشكل كبير حاليا رح ينتهي بعد فترة فبالتالي إحنا بنحافظ عليه لفترة أطول ومنستخدمه لفترة أطول في عندي عدة ممارسات بنستطيع وثلوكيات بنستطيع من خلالها ترشيد استهلاك الطاقة مذكورة عندك في الكتاب صفحة 68 من أحد الطرق أنه ليلا لا نضيء جميع المصابيح فقط الغرفة أو المكان اللي إحنا موجودين فيه كمان في النهار ما في داعي لا استخدام المصابيح لأنه أصلا يعني الطاقة الشمسية أو إضاءة نور الشمس هو كافي للإنارة ثانيا في عندك مثلا استخدام المراوح مكيفات الهواء ما في داعي تضل شغالة بعد إحنا من غادر المكان اللي إحنا موجودين فيه ممكن كمان نستخدم السخان الشمسي بدل من السخان الكهرباء لتسخين الكهرباء لتسخين المياه ممكن استخدام السيارات ذات المحرك الصغير فبالتالي بتقل من كمية استخدام البنزين ممكن الذهاب بحافلة النقل العام بدل استخدام السيارة الخاصة عند الغسيل مثلا نستخدم وجبة كاملة حمل كامل ما نغسل قطعة أو قطعتين كمان ممكن نعتمد على المشي لمسافات حتى لو كانت يعني طويلة شوي بس أولا هذا مفيد صحيا ومفيد ماديا في توفير الطاقة الكهربائية ترجمة نانسي قنقر